موسيقى نخف اليوم من المرة الثانية أمام البرلمان قصد طالب الإنصاف من البرلمان لأن نواب الأمة كان طلبوا منهم بأنهم ينصفون بخصوص المادة الثمانية التي هي في حقيقة نفسها المادة 63 والمادة 93 السابقين في القوانين المالية السابقة والتي تمنع السادة العدول من توتيق العقار المدعم من طرف الدولة حيث أن هذه المادة تعرف تمييزا وحيفا تشريعيا لا دستوري يخالف الدستور الذي يدعو إلى المساواة في جميع الحقوق والواجبات للمواطنين كافة وكذلك للمهنيين فلا يقلوا أن تسند مهمة توتيق العقار المدعم من طرف الدولة للموتقي دون العدل لأن المادة أربعة من مدولة الحقوق العينية تنص على أن رسمية العقود يقتسمها طرفان وهما السادة العدول وكذلك الموثقون ولذلك فهذه المادة المادة 8 هي مخالفة لمنطوق المادة أربعة من مدولة الحقوق العينية اليوم كانت توجدوا أمام البرلمان بعد سلسلة الإضرابات والوقفة الأخيرة التي كانت في الأسبوع الماضي وهذه الوقفات والإضرابات جاءت احتجاجا على المادة الثامنة التي كانت في قانون مالية 2023 المادة الثامنة جاء فيها تخصيص تلقي الوعد بالبيع والبيع في السكن المدعم للموتقين في حين أن مدونة حقوق العينية تنص على أن العقود الرسمية تلقىها العدول أيضا فبالتالي نطالب بهذه الوقفات الاحتجاجية أن يتم تعديل المادة الثامنة وإدراج العدل في المادة الثامنة ليتم تلقي العقار المدعم والسكن المدعم أيضا من طرف العدول وما نطلبه وما نطالبه به هو العدالة الشرعية السادة العدول لهم حق الولاية هم الموثقون الأصليون في وطننا ونطالب بعدالة شرعية وعدم انتزاع حقوقهم التابعية التابعة التاريخ لا تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس